مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتي من الحياة في كل حلقة من حلقاتي من الحياة عودناكم أن نفتح ملفا من أهم ملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصرية هذه الأيام دعونا بداية نقول ونستفتح هذا اللقاء بقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الحقيقة يعني بحكم تخصص الواحد وعمل الواحد أصبحت الآن يعني تتابع دائما الجديد على السح تتابع مقترحات القوانين التي تقدم لمجلس النواب تتابع الأخبار التي أصبحت تشغل الناس سواء في برامج التكشو أو حتى على سحة مواقع التواصل الاجتماعي لكن لم أكن أتخيل على الإطلاق أن يكون لي موضوع حلقة في نفس هذا الصدر الذي ستتكلم فيه في حلقة الليلة يعني إحنا كنا بنتكلم ولا تقول لهما أفن يعني خد بالك أنت بتعامل مع أبوك أمك ما يشوفش تغير على وشك أو أن أنت زعلانهم متضايق من كلامهم أن أنت ما تقولش لأبوك أمك أف على اللي هما بيقولوه أو يظهر عليك أن أنت مستاء من كلامهم أو من تصرفتهم النهاردة أصبح للأسف أشريد كثيرا من الأباء بعدما بيطلعوا سن المعاش ويجوزوا عيالهم للأسف الشريد بيقعدوا في البيت مش لقين حد يرعاهم للأسف الشريد اللي ابن مجغول بحياته وبيسافر وبيروح وييجي وبقى مجغول ببيته وصرته الصغيرة وما بقاش حتى يروح لأبوه أمه ده حتى فكرة إن إحنا كنا نجمع يوم الجمعة في بيت العيلة أصبح الموضوع بيتقلص في كثير من البيوتات مش كده أو بس ده ناس كانت متعودة أنها تفطر عند أبهتها عند أبوها وأمها يوم في أيام رمضان يعني يوم والتنين يوم هنا ويوم عند أخوه ويوم عند والده ويوم عند والده هكذا الأمر برضو أصبح يتقلص تخيلوا إن فيه كثير من الأبناء للأسف الشريد ما رحش فتر مع أبوه يوم في رمضان يقول لك أنا هعمل إيه أنا بسافر من المحافظة لمحافظة ومن شغل لشغل ويدوب برجع البيت على المغرب ببقى همدان وأحيانا بفتر برا البيت تخيل إن ابن وبنت النهاردة يعدي عليه العيد ما شافش أبوه وأمه وإحنا بنتكلم ولا تقول له ما أفن الموضوع النهاردة بقى أكبر من الأف ولا حول ولا قوة إلا بالله النهاردة كثير من الأبناء بيقول لك أنا والله كل اللي قدر أعمله أنا وأخواتي إن إحنا نلم من بعض ونحط بابا أو ماما في دار مسنين ونشوفته دار مسنين كي تبقى الشيك دار مسنين راقية نحط بابا وماما فيه وحد يرعاه في دار المسنين لأن ما حدش فينا فاضي ما حدش فينا فاضي يروح حتى يطل عليه ما حدش فاضي إنه حتى يروح يدي له الدواء ما حدش فاضي إنه تابع إن كان حكته معمولة هدومه مخسولة أكله مطبوخ أبدا ما حدش حتى بيفكر إنه يتصب بالتليفون يعني ممكن يعدي عليه اليوم والاثنين والثلاثة ما رفعش سماعة التليفون يتطمن على والدته أو يتطمن على والده بحكم إنه هو مجغول ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ما سمعنا عن مشاكل وقصص كتير بتحصل في كثير من المحافظات إنه يكتشفوا إن الأب مات داخل الشقة بقى له يوم واثنين وثلاثة لما رحته عفنت ومحدش يعرف عنه حاجة لحد ما الجيران شموا الريحة وخبطوا وفتحوا الباب فسخوا الباب ده والراجل ميتة أو الست ميتة بعتوا يجيبوا الأولاد عشان يشوفوا أبوهم ومهم دي مشكلة ولا قصة ولا قصتين لا أكيد حضرتك وحضرتك بتتفرجوا عليها الوقت سمعت قصص من نوع ده كتير سواء في وسائل التواصل الاجتماعية وحتى من خلال البرامج التلفزيونية أو من خلال المحيط البسيط اللي احنا كلنا عايشينه كان أحد المحامين الأفاضل يتقدم بمشروع قانون يتكلم فيه عن رعاية الأباء والمسنين وإلزام الأبناء برعاية أبنائهم يعني بيقولوا إن في بعض التجارب في دول بيلزم الإبنه إن يزور والده مرة في الأسبوع على أقل الأحوال يعني تخيل إن إحنا نوصل لمرحلة إن إحنا عايزين نسلنا قانون من شأنه إن أنا أكبر الإبن أو البنت إن ما يعديش عليهم في الأسبوع لما يروح لولده ووالدته وكأن الرحمة قد انتزعت من قلوبنا يعني تخيل إن أبوك أو أمك صرفوا عليك قد إيه وربوك من كد تعبهم وعرأهم وسفروا وراحوا وجموا كان بيشتغل بدل الشغلانة اثنين وثلاثة لحد ما حضرتك وحضرتك اتخركتوا من الجمعة واشتغلتم وبقالكم كيان وبقالكم أسرة صغيرة وبعد كده نستوهم وأهملتوهم بحجة الشغل خلونا نتكلم النهاردة عن تطورات هذا المشروع القانون الذي قدم للبرلمان فيما يتعلق بإلزام الأبناء برعاية الآباء ولا حول ولا قوة إلا بالله يشريفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيف وضيفكم الدكتور علاء رجل باستشارة الصحة النفسية أهلا ومرحام بك نورتنا وشرفتنا كما أيضا أسعد وأشرف في هذا اللقاء يكون ضيف وضيفكم الدكتور شريف العماري الباحث والمتخصص في شؤون العلاقات الأسرية أهلا ومرحام بك أيضا أشرف في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الأستاذ الصالح حصب الله المحامي فأهلا ومرحام بك نورتنا وشرفتنا كان لنا لقاء تقريبا من حوالي سنتين ثلاثة تتكلم على هذه الفكرة فيما يتعلق بمشروع قانون من شأن إلزام الأبناء برعاية الأباء وهذا المشروع بحسب علمي تقدمت به للبرلمان وتم الموافقة عليه لكن هناك بعض التعديلات طرأت على هذا المشروع تحدثنا عن متفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الخالق الأكبر هو حرز مانع مما نخاف ونحضر لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق يلجمه بالإجام قدرته وكان الله قونا عزيزا وأصلي وأسلم على رسول الإنسانية نوم صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم الحقيقة بداية المشروع كانت من أثناء 18 جاءتني إحدى المسنات أنا ابني طرد من الشقة ليس ليه في القانون طب هي شعب اسمي مين باسم ابني طب أنت صفتك إيه ما فيش ليس ليه في القانون صفتك إيه كمالك للشقة كمالك أو مستقر أو كذلك الله قرأتني أصبحت هي نزمة مالية مستقلة عن ابن ابنة 21 سنة وهي فنزمة مستقلة لا يوجد في القانون ما يلزم ما يلزم الإبن بيحتضاني الأمة ورعايتها في البيت وفي المقابل لو تتبعت الإجراءات القانونية لماتت السيدة قبل أن أحصل على حقها في الإقابة نعم هذا من ناحية المادية البحتة أما من ناحية الإنسانية أنا حتى أقول على رسول الإنسانية سيدة محمد رسول الإنسانية الإنسانية انتفت ونهيك أنه لو بحسنا في المحاكم لو وجدنا قوانيق عقوق كثير في النهاية ما قالوا حفظ أو رفض الدعوة حفظ أو رفض الدعوة توجهنا بإصدار قانون وإجتهادنا أولا يعني مثلا عندي الصين نعم في الصين البيت المثالي الذي يحوي على أب وأبناء وجد وجد نسبة مثالي نعم الصين وفقا للقانون الصين يلتزم الأب بالزيارة الأبناء بزيارة آبائهم في أوقات محددة ولو ارتكى الآباء على الشرطة أنها تتحقق من الزيارة وعدمها أوكرانيا روسيا هذه القوانين ليست مصدرها الشرعة الإسلامية لكنها في الحقيقة طبقت الشرعة الإسلامية عندي الإسلام حس لا ليس حس كمان هذا أمر ده جعل هناك ربط بين العقيدة وبر الوالدين نعم نص صريح فجعل هناك ربط بين العقيدة وبر الوالدين ربط واضح فيها وصل الإنسان بالوالدين إحسانا مشاكل وتدرجت بدأت تتسع الفجوة بين المسلمين وإسلامهم شغلتهم الهموم وتركوا آبائهم نعم في المقابل أنا عندي لابن يكون الطفل الصغير بيرفع حوالي عشر قضايا على أهله على أبوه طب لما الأب يرد إلى أرزل العمر أصبح طفلاً ما كان أبيه ألا يستوجب القانون أن يصدر ما يحمي هذا الذي يرد إلى أرزله كي يتكفل ابنه بكفالته ومن هنا جاءت الفكرة ومن هنا جاءت الفكرة تمام تقدمت بها لمجلس النواب في 2018 وإنه حصل مجلس الشرعة أصدر رئيس سيسي إصدار قانون رعاية المسلمين وهذه سابقة لم تحدث من قبل نعم بمناسبة على فكرة نقاشنا الموضوع هنا مع حضرتك وكان نقاشك المسري وأعتقد أنه كان لأثر في التأثير على اتخاذ القرار فأصدر قرار رعاية المسلمين وهذا قانون لأول مرة يحدث في مصر نعم طلحت على قانون مجلس الشورى وجدت هذا القانون شبه معيب هذا القانون تحدث عن الرعاية الصحية إنه المفترض من المسلمين لهم رعاية صحية مما لهم الخاص فإن لم يكن فمن زويهم الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الدولة تتكفل إلا أن هذا ليس حق المسلم نعم إنه موضوع مش منحصر في النفقة المادية فقط الضبط مش منحصر في المادة لأ أنا عند الصين بتلزم كندا بتلزم بتلزم الأبناء بزيارة ورعاية الأبناء وعلى فكرة ولو أب اشتكى في الشرطة نفسية بعد كل زيارة لازم يوقع إنه تمت الزيارة زي قانون الرؤية مع فرق التشبيه بالزبط كده هو الرؤية الحقيقية هو الأب عاوز إيه هو الأب عاوز إيه وهو أرد إلى أرض العمر أصبح طفلا وأصبح في كتير أنا أعرف ناس يعني في كتير من الأباء المسنين عنده فلوس وعنده قدرة مادية وليس بحاجة إلى أولادي فيما يتعلق بالنفقة المادية لكن لأنه وحيد اختار بنفسه إنه يذهب يدار مسنين حتى يجد من يؤنسه ده حاصل فأصبح الأمر الفعلا مش منحصر في النفقة المادية إحنا مش عاوزين نشوه فكرة القانون نعم أولا يعني طبعا المقدمة بتاعة حدواتك الرائعة بالفعل نفسه الأصل لو إحنا متمسكين سواء على فكرة المسلم تمسك بإسلامه وغير المسلم المسيح تمسك بمسيحيات وليهود تمسك لو وجد أن جميع الشرائع نصت على تقدير وتقديس الوالدين لكن الناس بعدت القانون أصبح يعني الناس بعدت ناخد الخلاصة لا يوجد إلى الآن ما يلزم الأبناء بزيارة ورعاية الأباء بأنفسهم ده موجود ولا غير موجود غير موجود غير موجود إلى الآن الموضوع كله يتعلق فيه ما يتعلق بالنفقة المادية من الأقرب إلى الأقرب خلينا نروح لدكتور شريف العماري دكتور شريف يعني تخيلنا أن يصد بنا الأمر أنه ناقش مثل هذا في بلد إسلامية وطبعا الموضوع مش بنحصل في مصر بس في كافة دول العربية والإسلامية هناك العقوق متشر في كل مكان نعم إننا نخطب الآن في الأولاد والبنات الرحمة نعم طبعا أنت حضرتك أب وانت حضرتك أم هل ترضى أن ابنك تحت أي مبرر يعمل معاك كده لما تكبر في السن ونقول أصله والله إن شغل ما يقول اللي أنت عملته في والدك والي أنت عملته في والديتك أو في والدك لابد أن يتكرر معك نعم نعم بسم الله والصلاة والسلام والرسول الله تحياتي الحضراء وجمهورك وديفك الكرام حياكم والله وبرك الله فيكم جميعا طبعا يا أستاذ عمر من المؤسف أن ننظر إلى مجتمع مسلم مجتمع عربي مجتمع أصيل مجتمع قديم ونجد فيه أن الأباء يشكون ويجأرون من سلبية الأبناء تجاههم نعم عايز أقول سيادتك إحنا تجوزنا مسألة العقوق العقوق ده بيعتبر إلى حد كبير يعني صدام ولا تقول لهما أفن ولا تنهرهما وكلهما قولا كريما إنما انشغال الإبن عن أبويه ده أمر يعني هو يعتبر زروة سنام قطيعة الرحم لأن الرحم أصلا يبدأ من أمه ثم أبيه حق الناس بحقق بحسن صحابتي والرحم رحم المرأة ولم يحشى المرأة إلا من أبيه رحم المرأة إلا من أبيه فهو كده زروة سنام قطيعة الرحم طيب اللي حاصل إن تعاليم الإسلام أصبحت غير مفهومة عند كثير من الأجيال الحالية مش فاهم يعني إيه؟ إن هو من كسب أبويه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما اشتكى أحد الصحابة أن أبيه يريد أن يجتاح ماله يجتاح بنفس اللغ يجتاح مليه آلي مالا وولدا وأبي يريد أن يجتاح ماله فقال صلى الله عليه وسلم إن خير الطعام من كسبكم وإنكم لمن كسب أبيكم وإنكم لمن كسب أبيكم فأنت ومالك لأبيك أنت أصلا من كسبه فهو أحق الناس أن ينتفع بيك نعم طيب لكن النفع هنا ليس مقتصع عن نفع المادي فقط طبعا هو شوف سيادتك يعني الناس حصلوا الموضوع هو عايز خمسة عشر خمستاشر خمسة ألف يعني في الناس المقتدرة أنا عندي السياح أعمل له عشرين ألف جنيه وأجيب له خادم لكن أنا معديش قدرة أروح له شوف سيادتك هو إحنا النهاردة في رعاية المسنين بنأول حاجة الماديات نعم وأنا عايز أقول لسيادتك ده بالنسبة لوجهة نظر الشخصية في اللي أنا بشوفه من وقع المركز عندي نعم أول حاجة الماديات ليه؟ لأن فيه واحد بيروح يا أزاك يا أمي أزاك يا أبي وبوص إيديهم ويسيبهم مش عربسين لبس كويس ولا عندهم فلوس يجيبوا علاج نعم لا في الأول ادفع مع كامل تقديري أنا بكلم سيادتك في واحد اتنين في الأول ادفع طب اللي بيدفع وبيهملهم ده موضوع تاني بقى ننتطول في درجة تانية يعني فوقك من الدرواشة اه ادفع في البداية عشان أبرنا بروح أقبل الإيد والرأس وما باسألش عن احتياجاتهم إيه وأنا بقول للولد لما بيجي يتقدم لخطبة امرأة أو أهلها أول ما ينظرون ينظرون إلى أبيه وأمه الولد منمق ونضيفه كويس طب أمه شكلها إيه وأبوه شكله إيه يعكس إيه يعكس أنه هو هيهمل بنتهم فيما بعد وسيجعل ذلك داعم إلى أنها تهمل أبويها فيما بعد وهو من البر ومن الصلة ومن الواجبات كما تحدثنا في حلقات أخرى مع حضرتك فهنا أول أمر لابد أن نعلم أنك من كسب أبويك نعم وهم أحق بك من نفسك التي بين جنبيك يبقى نعمل إيه نعمل أن نفهم من حقوق الإسلام أن الولد الشاب لما استأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في جهاد النفل نعم قال يا رسول الله وجاهد فقال أحي أبوك سيدنا النبي المعلم يا أستاذ عمر نعم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى عليه أحي أبوك قال نعم قال ففيهما فجاهد إذا انقدم برن الولدين على الجهاد في سبيل الله يا فندم ده هنا من فحوى الحديث إنك لا تسافر تتفسح ده جهاد يا أستاذ عمر لا سياح ولا طلب علم ولا طلب مال إلا برضى الوالدين سبحان الله مش إن إنت أصلا تهملهم في المال وتهملهم في الرعاية وبعدين يحتاج الأمر إلى التشريع القانون أنا بصراحة مؤيد ليه؟ ما فيش مانع مع زخم الحياة وعدد الناس الكثير واختلاط الحبل بالنبل من الثقافات الغربية بالإسلامية إن إحنا ناس أفاضل زي بس الصالح وغيره من الناس إن إحنا نعمل قانون يلزم ننظم الأمر ننظم الأمر فيش أي مانع ولا حرج في ذلك إن شاء الله بقى في هذه وجهة نظر الشخصية فأقول في البداية لا نحنن ولكن نقول الإنفاق هو من أوائل الأمور الخاصة برعاية المسنين نعم أشكرك بارة الله دكتور علاء كتير من ناس لما قلنا نحنا سنناقش هذا الموضوع وقالتك معلش في الكلمة يعني خليك ألزمته وهي الحنية بتتشحت يعني أنا حزين بالفعل يعني موصصات المستشار إن يعمل قانون ويتعف في بنوده عشان نلزم الإبن إن ياخد باله من أبوه دي لمسة حزنة رهيبة جدا ومشاعر لأنه طبعا يعني لا في عادتنا مش هنقول في الدين لأن فضلت للدكتور شريف قال كل حاجة لا في عادتنا ولا في تقاردنا ولا في الحياة اللي إحنا بنتصورها إن ممكن في يوم من الأيام الأب يشحط الحب والمحبة والإحساس من ابنه أو من بنته وهو الذي قدم كل ما يستطيع وفي حتة ملمس هنا أكمله لكتور شريف جزا الله خير قالك إيه لما هو مع أمه كده هيبقى مع بنتك كده بص المشاعر الإنسانية تتجزأ الإبن البارب والدته هو ابن بارب أخته هو أخت لأخته جميل هو الأخوه كويس أوي هو ابن خلته كويس أوي هو لمراته كويس أوي مالوش خير في أهله ليس له خير في أهله إذن الحنون على أبويه هو الحنون على زوجته وأولاده أيضا نعم نعم تيجي بقى في حتة القانون أنت قلتها حلو قوي وشوفت وشك وانت بتتكلم ومتدايق جميل إن إحنا ننظم الناس المنحرفين سلوكيا نعم المنحرفين سلوكيا واللي عندهم أمراض نفسية واللي ما تربوش صخ ومعرفوش يعني أبو يعني أم وفيه ناس تحرم أبو أم فمعالي مستشار القانون ده كده إحنا عاملين ده أنا آسف عاملين ده مش للناس أسوياء إحنا عاملين القانون ده للناس اللي منحرفين اللي هم معلش معلش مش عارفين يعني يقوم يتقف لسبب إن هناك بعض الأباء والأمهات ممكن يموتوا يا سيادة المستشار ممكن يموتوا من الخسرة لأن الأم يعني الأم يا سادة الأم أنا يمكن وانت بتكلمني عن الموضوع مبارح بقولك الأم عندها 80 سنة وابنها عنده 60 سنة جاي يزورها في الشتاء لسه قريب جاي يزورها في الشتاء فهي ابنها ابنها بتعاملوا إنه هو يشوف 80 سنة هو 60 سنة فنام فتأخر فالحزاء بتاعه الدنيا برد حطت الحزاء جنب الدفاية قامت ساعة 8 و 7 صباحة يمشي لأ أمه حطت الحزاء جنب الدفاية فبكى بالدفير الحزاء بالدفير الحزاء زي ما هو طفل لأنه سيظل الإبن ما بقى دكتور مستشار وزير هو طفلها هو ابنها هي بنتها مهما كان معلش في جانب مضيق وفي ما شاء الله عليك أنا بشوفك في السوشال ميديا عامل إيه مع بابا ما شاء الله عليك دكتور مستشار في أسر جميلة وفي ناس حلوة بتقدر قيمة الأب وقيمة الأم وعلى فكرة بيعمل غيرها أنا بشوف مثلا أنت عامل إيه مع والدك فقلت أنا كمان أعمل في الخير لوالدي بتجيب له أحلى حاجة شيك بتجيب له مش عارف نظارة دي بتجيب له العصايا الحلوة دي بتقعد جنبه بتقول له أنت النور بتاعي ده بيطيل عمر الأباء لما بيلاقوا ابنه كده يعني ده أنا بقولك نفسيا إهمال الأباء والأمهات بيأثر من عمرهم وبيعلى عندهم جلطات في القلب وعلى عندهم كمان أمراض مش نفسية لا أمراض في جسمهم كتير جدا ومع ذلك الأم تكتب في نفسها نعم ويتلاقي فيه غضاء يعني شايفة أن ابنها مهم المرة واثنين وتت تقعد تلتمس الأعذار أصوى مش فاضي لو سبحان الله دكتور علاء ده هي كمان لو العملية زادت معها وداعت عليه تزعم لي والأمين والله تزعم لي وأمر أدعاء أن إصلاح حلق الأمة الشباب نعم هو بدعاء الأمهات يعني إصلاح حلهم نعم ومنع المصائب ومنع المشاكل ومنع 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 ومن وعلى فكرة استحالة تلاقي واحد بص كده عمتا ودكتور شريف عنده في المركز ومع المستشار استحالة تلاقي واحد بر بوالدته هو في مشكلة مع زوجته استحالة تلاقي استحالة مع بنته في مشكلة لأنه أنت واخد دعاء الوالدين أنت واخد حصانة من عند ربنا يعني يعني دي معروفة يعني ده في القرآن شوف ربنا ووصنا قديه في القرآن في بر الوالدين ليه موصاش يعني دايما دايما بيوصي الأبناء ليه موصاش الأباء والأمهات في القرآن كتير سبحان الله لأن دي يعني ويمكن أنت عارف أن هي فطرة عند الإنسان مولود وغريزة أساسية أنه ابنه وابنته أهم حاجة هل إهمال الأباء بالضرورة هو أصلا سوء تربية من الأباء للأبناء جزء كبير منه ودايما أنا قلت جملة من 10 سنين مش أنساها أبدا في برنامج تلفزيوني أو من أكتر من 10 سنين طفل الحضانة هو الأكثر والمؤهل سوري في التعبير وهشرح لكم اللي هو يودي أباءه دار المسنين أكتر طفل الحضانة مهيأ أكتر فجيت شرحتها وقلت أنا من وجهة نظري أن أنت لما بتتخلص من ابنك طول الوقت ما برضو في حتة جزء ما فيه مثلا واحد مسافر أو عنده ظروف عمل فجاب لبابا زي ما قال دكتور مع المسنين أنه جاب بيت مسنين شيك وقال له إذا أنت هتقعد بس برغبة الأب لغاية ما أرجع من الصفر أو بالاتفاق في زيال الظروف دي وهو الأب فرحان وأيل أنا عايز أقعد مع أكراني وأصحابي موجودين في دارات كده في دارات شيك ويعودوا مع بعض بس برغبة الأب لغاية ما أسافر وارجع شهرين الثلاثة وإلى آخره الأبناء دايما وأنت وهم بيتربوا وهم أصغرين في أمهات بتاخد أجازة مخصوصة ولت لا أنا مش ودي ابني حضانة أنا عايزة ربي أنا في أول سنة تخلص منه تخلص منه فالطفل خلي بالك برده شايف أبو طول وقت مش شايفه وشايف الأم مش شايفاه جزء منه جزء نفسه شايف ده عقوق عقوق الأباء للأبناء أنا شايف أن هي تهتم بإبنها يعني أنا أعرف كتير جدا من الأباء من الأبناء جالهم توحد وجالهم بعض أمرات سلوكية لأن الأم مش فاضية ودي الخضانة أستعمل إيه عشان الشغل ودي الخضانة أنا مش ضد أن أنت تودي الخضانة بس أنت ودي الخضانة عشان تعلمه بلاش تبقى سنة مبكرة لكن بلاش سنة مبكرة بلاش الهدف أنت تخلص منه أنت ودي الخضانة ما فيه حضنات اللي هي بتعلمه الدين وبتعلمه انجليزي وعربي وحاجات وعايز يستفيد اللي هو ثلاث سنين ثلاث سنين ونص اربعة لكن ده بيقى لسه ثلاث اربعة شهور ويلا ارمي ست شهور ارمي تقش سنة ارمي بيبي سنتر بيبي سنتر ليه عشان هي عندها شغل برضو الحتة دي نفسيا الارتباط بين الاباء والابناء معلش لما انت تدي وريفي التربية انا دايما بنصح الاباء والامهات وانتوا بتربوا بلاش توفروا كل حاجة بلاش توفر انت العطاء وبس وما تخليش الابن يدي يعني بابا نرايه خلعب وهو بابا عيان في المستشفى السنعان لي تمرين ده احنا كنا زمان لما الاب والام تعبانين نقعد تحت رجليهم والبلد او الناس وانه نقعد لكنه انت ممكن تلاقي بابا اقفين يا حبيبتي بابا تعبان وعيان في المستشفى ايه اللي اختلا في الوقتي هل الابناء كانوا شايفين دي قسوة من الاباء في ذلك الوقت فحبوا يعوضوا ابنائهم ضد هذا الموضوع يعني فكت انه كانوا ملزمين يقعدوا للخدمة ويقعدوا تحت رجليهم بابا وما الى اللي حصل ان ده تربية الموبايل ان ده تربية التربية اللي الحديثة زي ما يقولوا الانفتاح على التكنولوجيا خلى انه مفيش فترات تواصل ما بين الاب والام والابناء بصورة كبيرة جدا فراحت نسيج الحب والمشاعر التربية بالحب والتربية المشاعر والاحاسيس ما بقاش بالنسبة له ابو كريدت فلوس حط الفلوس هنا اه لكن ما بقاش فيه له ايه الاب ياخده ويروح ويصلي الاب يروح مشوار ياخده مع شغله الاب ييجي اتكلم في القيم اتكلم في المبادئ اتكلم في اه اعملين ايه اه على فكرة سبعين تمنين في المية من اباء في مصر ما يعرفوش ولادهم اصحابهم مين ولا بيكلموا في ايه وحيانا مش عارف اه احيانا مش عارف ببوسن ايه واصدقائهم ايه حقيقا تلاقيت لخبط كده انت برد ما تقول لي لكن تعال انت مثلا معلش معلش يعني انت ما بتلاحظش لو انت عملت هي طبعا مش يعني مش هنعممها بس نسبة الارتباط بالاهل في الارياف والاقاليم اكتر منه في الخضر صحيح صحيح اه يعني انت اعمل يعني هتلاقي النسبة معل الدكتور عالية جدا النهاردة اه اه عمر والده اه عارف اصحابه كلهم والبيوت بتاعتهم بالبيت بقى ابوه ده بقى ابوه ده بقى ابوه ده وعارف ابنه عمر عارف ببابا بيحب يأكل ايه ويشرب ايه وقعت فين لكن الوقت ممكن الابناء مش عارفين المعاشرة نحن نتخلى عن ابناءنا بعض كثير من الوقت بحجة الانشغال طلب الرزق والعيش والفلوس واصنى شغال واصنى اعمل انا عايز اقول لك بدل ما اتموت برضو وانا اصنى يا دكتور انا تعبان عشان خاطره ليلة بشتغل بشتغل بستعلم ارجعلك تاني دكتور علاء اصيص صالح حسب الله الوقت نقطة مهمة جدا يعني البعض اللي بقول لك احنا مقدرين جدا اه 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 يعني يتقدم بهذا المشروع المجلس النواب او لجهات المقتصة لكن فعلا الحنية ما بتتشحتش انا يا فرحيتي لما عرف ان ابني جايلي الزاما مش هيردى قبلو اي راجبا الارضو ممكن يقبلوش يا اصيص صالح او حضرتك شايف ان ده حل فعلا ولا الوضع كان عايز زر التوعية في تربيت الابال الابنائية اولا القانون نزم ما يدي شواء يعني نعم والقانون على فكرة ينظم العلاقات الموجودة المادية مم بس مادية اكتر يا اصنى صحيح مادية اكتر لا مش هتقول له احبيني بالقانون بس اكمل اكمل بس عوض بس عفوا يعني دعنا نتفق نعم ان ما قال ما حدث الان الاعلام شارك فيه المساد الشاركة فيها الكنائي الشاركة فيها البيوت شركاء فيها ده ما قال مجتمع كامل الثقافة الغربية شركاء فيها ما وجدناش حد يدافع فيها مع العلم انا لو حصلت ان قدمت كلمة اولك الصين روسيا اوكرانيا ثقافة غربية عنديها بين الوالدين طب انا عندي النص بتاعي الدستور نص مادة اتنين الشارع الاسلامي المصدر واندقى دي كنا نقول لك مفترضين الدول الاخرى اللي حدثت افضلت بيها دول ليست اسلامية طب ما عليش مع المستشار تونس مع المستشار تونس انا روح تشوفت هناك الاسر في تونس هتلاقي الجدة والام والابنة و الأبن الأبنة ما شاء الله أربع أجيال و عيشين يعني برضو ايه ندي مثال برضو في العرب ماشاء الله فكي ده مش في شعب التونس كله زي ما بحصل في مصر القانون الصيني على فكرة ده اسم البيت الميثالي اللي هو اللي بحصل في تونس ده في الصين اسم البيت مثالي له طبيعة خاصة القانون استسلائها قال لك ده اسمك البيت الميثالي عندي نعم طب أنا عندي نص التشريع نص مادة اتنين أولا العقوبات التعذيرية وردة لما نشوف وقضى ربك ألا تعبد الله مسألة عقائدية بحتة هو كده بحدثنا العقيدة إيمان وكفر وبالوالدين أحسان الواو حرف العطف تفيد جسامة الأمر الإيمان قضية كبيرة كأن الله قررناها بتوحيد طيب لا نحن كده مش كفاية وكأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا وإن بلغ عندكم أحدهما أو كلاهما فلا تقل هي المسألة من العملية دلوقتي أنا مسألة قطعية على فكرة بالوالدين مسألة قطعية نعم وجب على الدولة أن تتخذ التدابير الاحترازية في الدفاع عنها أنا عند المخدرات مما اصدرها على فكرة الحرب في الشرع الإسلامية عشان كده سنت لها عقوبة الإعدام وكله بما يتوافق مع الشرع الإسلامية الأصل عندي الشرع الإسلامية طيب تحال نشوف فجأة المحنة على فكرة وإن كان الحديث ضعيف اللي هو على القمة أول عقوبة على فكرة شاهد وقع المشاهد اللي هو في احتضر على الموت مش قادر يقول الشهادة وإن كان الحديث ضعيف اللي أن العمل بالضعيف بفضاء الأعمال واجب لا مش قادر أسلم فالنميزه على سلم قال طب هاتوا حطوا حطوا ويحرقوا فهي لما شفت بلها يتحرق قالت لا لا خلاص أنا رضيت عنه فنطق الشهادة فهذا إذنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حينما يصل لمجتمع في 22 هذه العقوبة واجب عليكم أن تتخذوا لها تدابير احترازية المحنة لا على فكرة بالمناسبة أنا بقتلف مع أخوي وصديقي الدكتور فأولا أروح من تربى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يتعلم ثقافات يتعلم لغات يتعلم كذا وق&لس الطبي صلى الله عليه وسلم حسم القضية إم تتعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبوهم من 7 وفاق التمييز أنا ما عنديش على فكرة حاجة إسمه فاق التمييز من الجرم أنك تقوله ده غلط ما هو معرفوه فاق التمييز بالفعل لكن التقليد لما يشوفك أنت بتزور أبوك أو تقدس أبيك هو حيارف أنت تقديس حضرك بيشوفك إبك بيشوفك أنك تربية بالقدوة بالضبط كده هو ده السن السبع سنين سن السبع سنين كده ما العلم أن الطفل في السبع سن طفل مميز إنه بيصروا على سلب شرح وحط القضية لعبوهم لسابع فقط وعلموهم لسابع وقسم السابعة من سبعة لحد عشرة بعد عشرة على الأول نصف خلينا أرجع للنحية القانونية النحية القانونية أنت الآن أكيد سمعت أيضا أراء أخرى تقول لك لا إحنا مش مع الحتة دي سمعت ده من الناس؟ لا بص هو الفكرة أولا يعني دعنا أتفق على فكرة أنه العقوق في الأثرياء نعم والفقراء صحيح لا شكل فالقضية مش قضية فقر أو قضية غينات صحيح يعني ده قولا واحدا نعم يعني أنا حتى كنت لسه صديق لينا كان كاتب موضوع أنه واحدة احتضرت في دار مسنين فبعت لابنها قلت له ابني على فكرة أنا عاوزك تجيب تلاجة هنا وأعوزك تجيب مروحة قال له يوم ده أنت بتموتي ما قلتش الكلام ده ليه من زمان تلك سبع سنين هنا بتموتي قلت له عشان عيالك حيجبك ونت بش حتتحمل أنا تعودت يا الله وأنت ما تعودتش فالقضية مش لاحظوا أن القضية قضية عقائدية وقضى وبالوالدين الارتباط الغريب ده والوضع الغريب ده الوضع الذي يستحق رعاية الدولة نعم عفوا للتكلمة وبعد كده العطف تحدث عن دوسئية مهمة وهي حديثنا الآن فلا تقول لهم ويبلغن عندك أحدهما أو كلهما فلا تقول لهم أفن هنا بدأت القضية نفسية الأصل في الحاكم أو الأصل في السلطة التقنينية التي تقنل القوانين أن تطبق تجعل نصب عينيه نص مادة 2 من الدستور الشرعة الإسلامية نعم هل الحل يا دكتور شريف هو إلزام الناس بزيارة الأباء ورعايتهم بطريق القانون أم بزيارة الوعي في مسألة التربية التي أصبحنا أفتقدها في زمننا هذا شفاء يا سيد عمر هو إلزام الناس بالقانون أنا شايفه في الزخم اللي إحنا عايشين فيه هو هيكون لتأثير أكبر نعم والتوعية بتتبع أي شيء نظام لكن أي حاجة لما تلاقي إن منها جايلك إلزاما في أي حاجة مش جايلك محافظة أنا نوعي بنجيلي إلزامي ما أنا مش عايزة مش هاري مش هاري لا يعني سوري مع تروني شديد يعني طبع يا دكتور يعني نختلفنا بالقراء بس أنا بتكلم في ماشي نتمتل خبرات في ماشياره أحزائز يعني أنا قلت لإلزامه في إيه لما يكون زي ما قال لا يا دكتور ترشب مخضرات أنا شفت أمهات عندما انتنع عنها الأبناء في الرعاية وفي البر وفي الود أرادت ولو يأتيها راغما عنه كل مشكلة بسبب اللي أنت عملت في لكي يشفي ذلك صدرها وهي أرحم الناس بي لكن لا الأم أم عايزة طاعة والأب أب عايز طاعة عايز طاعة الكلام يا فندم إحنا لسه كنت بناقش في الفضائيات قضية الممثلة اللي أبوها قالب الدنيا عليها عشان عايز بنها فلوس وناقشت الأمر يا فندم الأب هنا والله العظيم والله لأخيمة لإب أن يأتي لأبوه بالقانون يا دكتور أنا أخيمة لإبن أنا بقول إرضاء الأب هنا أنا مش إرضاء أنت بإله يا فندم أنا أجي بينكم مع عقوقي الآن يا أستاذ عمر أنت تفرغش منتك معنا بقرأة معنا بقرأة دكتور حتى لا تدخل الأصوات كل منكم يضي برأيه ثم أدعى في نظام إسلامي أستاذ عمر بيقول إن لم يلتزم الزوج بشريعة الإسلام في الإنفاق على زوجته فيلزم بالقانون وإن لم يلتزم بالإنفاق على أبنائه فيلزم بالقانون وإن لم يلتزم مع الدولة التي يعيش فيها فيها بالإنفاق في المصارف الشرعية يلزم بالقانون إشمعنا أبو أمه مش هنلزموا بالقانون بالعكس ده هم أولى من أي حد وأنا بقول لي سيادتك هو القابل القلب الدنيا على الفنانة أو الموثلة المشهورة دي عشان عايز منها فلوسه وعايزها غصبا عنها أو بمزاجها لأنه هو مش لا أنا عايز بس أقول فيه نقطة مهمة اللي هي جزئية جزئية هل التربية اللي حضرتك سألت عليها تربية الأبناء هي اللي بتؤثر فيهم فيما بعد إنه أمه يرعوا أبائهم لما يكبروا أنا عايز أقول لسيادتك وجهة نظر يمكن تكون مختلفة شوية أنا شايف مش التربية بنسبة 100% لأنه إحنا شفنا أجيان هناك عمل مشتركة أخرى جهلة نعم أب وأم جهلة وبسطاء جدا 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 في الدين وفي المعيشة وفي العلم وفي كل شيء حتى في الإنفاق كان أولادهم بيعيشوا عيشها ضيقة جدا وطلعوا من أبر الأبناء نعم كان إيه السبب بقى لأنهما كانوا على الفطرة الإسلامية السليمة فأنا بقى انصح نفسي وبانصح إخواني كل اللي بيسمعنا إذا اتقيت أنت الله فيما بينك وبينه سيربي لك أولادك والله أسأل الله عز وجل دكتور علاء أنت ضد الفكرة تماما تماما نعم دي أصم فكرة تدج بالجنون ليه بقى هقولك أنا ليه لأنه دايما العلاقة بين الأبناء والأباء والأباء بالذات الأباء بالذات عندهم حساسية منفرطة نحي اتجاه أبنائهم بشكل رغيب جدا أنا شفت أمهات أمهات لو ابنهم ما سألش عليهم مرة واثنين وثلاثة واربعة ولا بيسألوهم ولا عايزينهم يرجع الابن ويجي يقول لي صالحني بيها أنا غلطان هو دا اللي عنا عايزين لكن أنا هلزمه آه هو كان هلزمه مديا صح ولهم قالش صالحني لا لا ساوين ممكن هلزمه أشرح بس الفكرة ممكن هلزمه مديا وآه ويدفع الفلس والأخير لكن ده فيه أباء كمان مش عايزين يشوف أولادهم اللي انتم شايفينهم مش عايزين نذكر أسماء نعم فيه أباء مش عايزين يشوفوا ايه أبناء أباء مش عايزين يشوفوا أولادهم هم هم محتاجين لهم ايه مش مه هم محتاجين لهم ولا الأباء محتاجين لأبناء لا مش محتاجين لهم دلوقت طب خلاص مش مهم بلتكلم على المحتاجين لهم لا لا ما انتم مش انتر يتحدد مش شرط يكون فيه احتاج مالك لا يا فندم لا يا فندم الأصل يعني أول تلسيادتك الأصل إن الأبو مش لاقي يأكل مش لاقي ينبي والنفض إنه هو لاقي يشرب ويلبس معايف دوس بالهبط معانيش بس وانت كده ترجعت أصل القانونية دكتور لا انت ترجعت لا أنا بقول لي سيادتك ينزم ماديا طب أنا معاك مديا لكن أنا بكلمك لا أنا بكلمك على إنه هو يروح لأبوه عشان حبيبي وانت يا بابا ويروح ويقوله الكلمتين دوله عشان القانون تكلمنا في حضور السيد عمر قبل كده هنا في رعاية الأمهات اللي هي رعاية الحمى وقالت أنا ما عنديش غير ثلاث أولاد متصلة فاضلة وما زالت هلأتصبع إلى الآن تحياتي لها طبعا قالت أنا عندي ثلاث سبيان وزوجاتهم مش عايزين يساعدوني والثلاث سبيان ما بيجوش يخدموني وعندها بتر في الساق فهنا جالها حنانا أو إرغاما يجيلها ويخدمها ويغير لها ويديها الدواء ويمسح لها الشأ إرغاما يا فندم إرغاما لا يا حضرات ما تفكرش افتراض من واحد فاجر احنا بنقترض افتراض من واحد فاجر يجي مسح لها إرغاما عفوا دكتور شريف عفوا دكتور شريف عفوا دكتور لا عفوا الصوت ارتفع ولا حاجة تانا رفع الشاد لا يقاس عليه ده اللي انا عايزين نتكلم لا احنا نتكلم على اين بص القانون زي مع المعالم وصوشاة عشان معها فلوس عشان معها فلوس لكن هيا من يحلوا يراها مال 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 اعيد لي كل منكم برأيه دون اي قاطع الاخر مين حاستندها يروح للدكتور تمام يا فندم ما زالت نصر يوسي بالجار حتى قانون انا او سيوريته وصلت فكرة حضرات ده ويكمل فكتلات ويكمل فكتلات مجددان اشكرك تفضل انا ضد الحب المشروط الحب اللي هو بتعالى غصب عنك عشان القانون لكن تمام هذا رأيه ماديا انت ملزم والجبلاء خدامة انت مجيش انت انت مش عايز تشوفني انا انا عايز اشوفك ده انت روحك انت عاصي وحسابك عند ربنا كبير جدا حسابك عند ربنا لكن انت هتتشحت واحد نبقى عشان خاطر القانون خاطر القانون جاي وحصان الجاي عشان القانون ده في ستين دهية سوري ده في ستين دهية خالد ده ده بقى ربنا يا حزب وحساب الملكين نعم اشكرك دكتور عشان لكن سيادة المستشار الجميل قوي سن القانون ان هو زي بظبط الزوجة هو الزوج لما بيقى الراجل يصرف على اولاده الراجل يعمل وإلى اخره وعلى فكرة في الفترة الاخيرة فيه اباء فيه اباء يحتاجوا لأولادهم نعم وجات على التلفزيون ومش هنقول اسماء يحتاجوا لأباءهم نعم وردت قال له انت ما كنتش معايا قال له انا محتاجك وتعالي قال له انت عمرك ما ربطني وعمرك ما حملت وقى وقى الى اخره انت فهمنا نقصد ايه نعم بيحصل وفيه ابناء فيه ابناء بيحصل لهم نوع من انواع الايه بقى يحصل لهم مشكلة في حياتهم ربنا سبحانه وتعالى بيتحولوا بيجي لهم بيقعد معهم واحد شيخ بيجي لهم حاجة فبيتحولوا يرجعوا ناديمين تحت رجل ابوهم بس ايه عندهم ايه عندهم دين وخلق اشكرك شكرا جزيلا اشتصال الحلواتي نقطة مهمة جدا البعض بيسها طب حتى لو حصل عقوبة في حال ان الابن قصر في التعاون مع والدية او في رعايتهم ما هي العقوبة المقترحة في هذا القناة انا كنا اقترحنا على فكرة قد تصل عقوبة تدريجية اولا انا في القانون نفسه نعم انا عملت في شك مستعجل ما ينفعش انا مطلود مش شقة بتاعتي كاب وحنتظر اجراءات التقاضي وجب على جهة المسؤولة ايداعه في مكان في فندق في اي مكان يليق به على نفقة ابناؤه نعم لحين الفصل في النزاع تمام هو ما يروحش يزور انا اولا طبعا يعني اسأل الله ان يطيل في عمر دكتور عمر دكتور علاء نعم وساعتها كلامه حيتغير مية في المية الاباء ده هم ده حضرتك في اول كلامك قلت هو القانون ما نصش على القرآن لم ينص على فكرة على التزامات الاب لانه هي بالفطرة تمام ده حضرتك لما حتكبر حتى ولو لو جاءوك عاصيين جاءوك فاسيقين جاءوك جاءوك أهلون حترجع لهم غصبة عنك انا اصلا الله من طول عمرك ترجع لمين او ماذا حتى لو لو قاد معه انت زي ما زرعت زي ما خلقك دون نقاطة دون نقاطة بسيكم الفكرة لشان هو ما خلقش فكرة نعم فالاصل عندي انه بالاباء بالفطرة نعم يقبلوا التائب أو يقبلوا العائد هم هم يعني راحم مشتقة من صفات الله سبحانه وتعالى فهي الوحية تقبل تعالى نعم حتى لو انت حتى ولو عققت حتى ولو زي ما حضرتك هل في تصورك ان هذا المشروع سيتم قبوله ان هو إلزام الابناء برعاية الاباء غير النقطة المادية اه طبعا لان انا ليه سابقة تاريخية نعم قانون الرؤية ما هو الرؤية على فكرة معنى بالتبعية برضه هو الاب اللي يستحصل على حكمه عشان يشوف ابنه نعم ما حصل بالفعل وابتدت تتجاوز عندي وابتدت تشتغل وكلام مندي الاصل في القانون تنظيم المجتمع انا بشوف الخلل فين نعم الخلل فين واشتغل عليه يعني انا مثلا احنا ما اتحدث مثلا في حفظ قنى يافخار يقولك انا ما عنديش دار مسنين ايه انا انه المسنين يروحوا دار مسنين ليه؟ سبه نعم في وجه بحري اصبح الامر مختلف لظروف مختلفة احنا عاوزين نتوقع فالاصل في القانون نعم اشكرك شكرا جزينا اشكرك دكتور شريف في النهاية عشان هلازم نختم الحلقة البعض الوقت هي عملها بشكل شيك زي ما دكتور علاء بيقول بقى فيه دور مسنين فيلا الرقية حاجات دي محترمة اوبين بوفيه فيه اكل على اعلى مستوى فيه خادمين والابن بيدفع في الشهر خمستاشر الف وعشرين الف هو اكثر او اقل على حسب علاج والده في سبيل انه هو دايما في سفره مفيش مجال لرعاية الاب هل هذا ايضا تعتبره من الناحية الشرعية عقوق قبلها؟ طبعا لا يغني الانفاق عن مقابلة الاب وخفض الجناح للأب والأم واخفض لهما جناح الذول اي قلن لهما جانب الرحمة والشفقة لازم يشوفهم في عينك ان انت مشفق عليهم حتى لو ارغاما انا عايز اقول سيادتك حاجة فيه ام او اب الابن منقطعا هما لأي شيء وعاق لهما هي بتقول انا نفسي اشوف ابني لما القانون ينظم ان هو يجي ارغاما وهو مش عايز يشوفها هو لا يعنينا نفسي يعنينا ارضاء عاطفة وقلب هذا الاب وهذه الام ولو ارغاما لا يجي وتشوفه مبتع بالنظر لي في اخر ايام اشكرك شوفنا زينا في نصف دقيقة تختم اللقاء ما تود ان تقول ربنا يرحمنا والله يا ربنا يرحمنا والله ما كنا متصور انه ننقش مثل هذا والله يا ربنا يرحمنا ويرحم امهاتنا ويرحم ابقنا ونتق الله في كل شيء احنا بنعمله عشان يعني تبقى لنا حسن الخاتمة ونقطة مهمة حدك اشرت اليها يا نقطة اهمال الابناء في الصغر وانا اودهم لحضنات وانا اودهم لمنتز اخرى من بابي ان انا يعني يحلوا عني شوية بقى لان انا مش فضيلهم يعني لازم يبقى في الحب المتبادل ده ولازم احنا برضو دورنا في الاعلام ودورنا ان احنا دايما نحنا نقول ايه العلاقة السوية اللي بين الاباء والابناء اشكركم شكرا جزيلا وحتى وان اختلفتنا في وجهات النظر الا ان الخلاف الرأي لا يفسد للوضع قضية وحبكم جميعا في الله كل الشكر والتغذير لحضرتكم ربنا يبارك فيكم مشاهدين الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعوني الا ان اتوجه بخلص الشكر والتغذير لضيوف هذه الحلقة الدكتور علاء رجى بالاستشارة الصحة النفسية شكرا جزيلا فاندق ربنا يبارك فيك ايضا للاخر الفاضل الحبيب الدكتور شريف العماري الباحث والمتخصص في شؤون العلاقات الأسرية كل الشكر والتغذير لحضرتكم ربنا يبارك فيه اومار شبق عصر بالنار كما ايضا نتوجه بخلص الشكر والتغذير الاستاذ صالح حصب الله المحامي شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ربنا يكرم مشاهدين الكرام هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة الرحمة بعد عرض الحلقة مباشرة ان شاء الله ومن هنا الى القاكم باذن الله في حلقة جريدة وملف جريم ملفات من الحياة لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته